إذن في المغرب كما تبطلت السيدي بأن المغرب اليوم هناك إطار تشريعي متقدم في صحة التعليم فحرية الصحافة هي اليوم من المبادئ الدستورية في المغرب ومنذ سنة 2016 تم إصدار قانون حديث منظم مجال الصحافة والنشر ومن بين أهم مميزاته أنه ألغى الجرائم العقوبات الحفسية بالنسبة للمخالفات المنسومة للصحافيين ولكل من يعبر عمائه في وسائل الإعلام والنشر وحدد أجال قصيرة للتقادم وقيد المتابعات بضرورة تقديم شكاية في أغلب المخالفات لكن هذا الجانب النظري من القصة وهناك جانب آخر قد يكون أكثر قسمة من الجانب النظري وهو الجانب الواقع لأن الواقع كما أشرت إلى ذلك المرسلون بالحدود أن هناك في الآونة الأخيرة استهدافا متزايد للصحافيين خاصة الصحافيين الذين يتميزون بخطهم تحريري محايد ومتحرر من جميع الجهات المتدخلة للصحة التعبير لذلك وجدنا أنه منذ خمس سنوات الأخيرة هناك استهداف للصحافيين عبر شكلين من الاستهداف الشكل الأول هو أن مجموعة من الصحافيين تمت متابعتهم جنائيا بمجموعة جنح ليس لارتباط بعمله مباشرة ولكن الذي يلاحظ على هذه المتابعات كما وقفت على ذلك منطمات دولية وخطات متخصصون أن غابت في محاكمتهم بروض المحاكمة العادلة بما جعل مجموعة من التقارير تصنف محاكماتهم على أنها محاكمات غير عادية وأن هناك استهداف واضحا بشخصهم باعتبارهم صحافيين أحرار محايدين والشكل الثاني للاستهداف وهو للأسف ما نلاحظه حتى اليوم في محاكمات الصحفي حميد الندوي الذي ما زال القائمون على الأمر يسرون على متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي فالمفروض أن منذ سنة 2016 المغرب قطع مع هذا النوع من المتابعات فلابد كلما تعلق الأمر بصحفي وأكثر من ذلك فإذا القانون يوسع هذا المجال بالتجليب ليشمل إضافة إلى الصحفيين المهنيين كل من يعبر عن رأيه بوسائل إعلان ونشر فنجد أن القانون المفروض أن يطبق على جميع الذين يعبرون عن رأيهم بصراحة ولكن بطريقة سلمية وحضارية فبالتالي هو ليس فقط قانون الصحافة ولكن هو قانون حرية التعبير أيضا مكفول بجميع الواضع إذن المفروض أنه كلما تعلق الأمر بصحفي أو بمواطن معبد العنوائه بشكل حضاري والسلمي وكما يفرده القانون يجب أن يتابع بقانون الصحافة الذي لا يترتب عن متابعة بهذا القانون أي عقوبة سلمية الحرية بحين أن نجد اليوم مدونين وصحفيين يتابعون بالقانون الجنائي بل وتصدر في حقهم عقوبات سلمية الحرية تصل إلى خمس سنوات حبسا نافدا وهي من يمكن أن نحسبها بحكام قاسية